ليه تشتري من بره ما تم تقداري تعمليها في البيت بأقل تكلفة النهاردة عملت الصينية الأمر اللي انتوا شايفينها دي أحلى صينية كريب موفرة جدا من النهاردة ولادك هيدمنوه على طول مش هتشتري كريب من بره نهائي خفيفة جدا موفرة بكوب دقيق واحد هنعمل مع بعض أحلى طريقة للكريب وحاجة كده في منتهي الجميل قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا كالعادة لو أول مرة تتابعوني أنا هيفا لايك واشتراك في القناة لو أعجبكم الفيديو يلا بينا بقى على طول نبدأ التاريخ مقدقيا كده في كل الخلاط ودقدرت اشتغل بالعجان نزلت كده بكوب من اللبن عندنا كمان أربع بيضات ودقدرت تقليل كمية البيت عندنا كمان كوبين من الدقيق وكوبين الدقيق كافين جدا وهم يعملون لك عشر كريبات نزلت كمان بكوب من الزيت عندنا كمان معلقة ملح معلقة كمول ومعلقة من البهرات وفي الخلاط هنفرومه كويس جدا لمدة 3 دقايق مش أكتر لحد ما يبقى بالقوام ده أهم حاجة أنه أنا أصفيه عشان اكتكت تولاد ده القوام بتاعه لا خفيف ولا تقيل هنبدأ بقى ناخد الخليط ده وعلى الجريلة هنحط الجريلة على النار تسخن وبعد كده هنوطي النار شمعي جدا هندهنها رشة من الزيت ونبدأ بقى نحط حبة من الخليط كافية جدا وهنبدأ أنه ندور السينية بالشكل ده دقيقة على النار بمجرد أنه تفصل من الأحرف هنبدأ أنه نقلبها وبقت بالشكل ده حلوة جدا متمسكة وكمان يعني مش طريقة أول هنحط واحدة كمان نبدأ أن نحط الخليط وندور كده السينية وهنسيبها لمدة دقيقة وهنبدأ أنه نقلبها حلوة جدا جدا بجد الطريقة دي أحلى طريقة تقدر يتملي بها الكريب بدون ما يعجل منك وبدون ما يلزق منك في أي حاجة خلصنا كمية الكريب بالشكل ده يعني في 10 دقايق كده هتقدر أنه تخلصت كمية وفيرة هنبدأ بقى أهم حاجة أنه نجيب الكريب بتاعنا ونحطه على فوطة نظيفة شايفين الكريب مساء الله يعني حاجة كده جميلة جدا تقدر تحتفظ بيه في الفيليزر وتطلعيه وقت ما أنت عايزة تشتغلي به هنعمل بقى الخلطة بتاعتنا أنا عندي هنا حبة من الليت عندنا كمان كده عن من الفراغ حبة من الفلفل ونزلت على طول بيهم بثلت بصلاة مبشورين قلبتهم بقى في الجريلة على النارة عالية وبعد كده هضيف معلقة ملح معلقة من القمون معلقة من البهارات وعندنا كمان معلقة من السبع بهارات يعني عندي بهارات لوحدها بتبقى عموجودة عند العطار والسبع بهارات ده لوحدها معلقة كمان من البابركة وهقلب بقى كل الخريط ده يمكنك بتعملي شاور معادي جدا لحد ما يستوي نهائي هو بتخدش معايك خمس دقايق على النار لأن الفراغ بتستوي على طول بقت بالشكل ده هنبدأ بقى أنه نوطي النار عليها وهنسبها حوالي 3 دقايق كمان على النار بعد كده هم خطوة في الموضوع إن أنا هاخد الخليط ده كله وهحطه وهصفيه علشان خاطل لما حط الخليط على الكريب ما يبقى شطري معي صفي كل الزيت اللي موجود فيه وبعد كده هنبدأ بقى نجيب الكريب بتاعنا هنحط على كل كريباية كده حبة من الخليط وحبة من الجبنة المزارلة أو خليط الجبنة لو موجودة عندك وهلفها رول وبعد كده هنحطها في الجرلة خلصنا كل الكمية بنفس الطريقة هامل معاك واحدة كمان هجيب كلك رباية من دول وحط عليها حبة من الخليط وبعد كده حبة من الجبنة المزارلة وهلفها رول بقى بالشكل ده أهم حاجة إن أنا أطبق الجانبين مع على بعض وهلفها رول جبت الخليط على كوب من اللبن الخليط اللي هو بتاع اللي أنا نزلت به من اللحمة ونزلت عليهم ببيضة وهلوبوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كنت طبعا حطوها في البيرك اللي بتاعي وهنبدأ إن احنا نجيف عليهم الخليط ده دخلتها الفرن على درجة حرارة 180 طبعا هتاخد 5 دقايق من تحت وبعد كده هرفع على الشوية هتاخد كمان حوالي 5 دقايق أنا نقلتها في الجرلة التانية إنه كنت عاملة كمية تانية فحبيت إن أنا أضيفهم كلهم على بعض أخدت طبعا للون الجميل ده يعني الأكلة دي زي الأمر جميلة جدا وخفيفة وطعمة حلوة قوي للأولاد وطبعا بحب الأكلة دي جدا لأنها من الطرق السهلة كل بلد عن التانية بتعملها بطريقة مختلفة يعني عندنا بغداد بتعملها بطريقة مختلفة عن الأردن وعن الشام عن المغرب عن السعودية كل بلد وليها طريقتها لكن في الأول في الآخر الوصفة بيكون هي هي أو تسمية الوصفة بيكون بنفس الاسم أتمنى إن شاء الله الفيديو دي يكون عجبكم لأنه من الفيديوهات السهلة الجميلة المحببة لينا وكالعادة بألف هنوشفع لكل اللي أكل منها وبألف هنوشفع لكل اللي هجرب وصفاتي أشوفكم في حلقة جديدة وفيديو جديد من حلقات هيبا تي بي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر